وصل مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة إلى المقر المتقدم للعمليات المشتركة في منطقة كاركوك للإشراف على انطلاق عمليات أبطال العراق وتهدف عملية أبطال العراق لتعزيز الأمن والاستقرار وتشفيف منابع الإرهاب وملاحقة بقايا فول الداعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كاركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكاركوك ذكرت تقارير أن مروحيات عسكرية أمريكية حلقت على ارتفاع منخفض لتفريق المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على مقتل جورج فلويد في منطقة الحي الصيني في واشنطن العاصمة وحاولت طائرات الهليكوبتر من طراز بلاك هوك ولاكوتا التابعة للجيش الأمريكي تفريق الحشود التي خرقت حظر التجول المفروض في المدينة